السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الأحد التاريخ 19-04-2020 المادة الحاسوب اسم الوحدة الفيروسات وعنوان درسنا اليوم يا خامس الفيروسات بداية نستذكر الموضوع اللي أخدناه الحصة السابقة وهو موضوع الفيروسات بداية نراجع مع بعض تعريف فيروسات الحاسوب فيروسات الحاسوب هي برامج تتم كتابتها بغرض الحاق ضرر بحاسوب آخر أو السيطر عليه وشرحنا يا خامس بالحصة السابقة أنواع تلك الفيروسات فيروسات بدء التشغيل فيروسات الملفات فيروسات الماكرو الفيروس المتطور والفيروس المختفي هلا اليوم بلش كيف تعمل تلك الفيروسات؟ هاي عندنا هاي الفيروسات تدخل على جهازنا نحاسوب كيف تعمل أو كيف هاي الفيروسات تشتغل شغلها بإلحاق الضرر على ذلك الجهاز؟ أول إشي يقوم ذلك الفيروس بإضافة نفسه يا إما في بداية الملف أو في نهاية الملف إذا شغلت أول إشي وتضيف حاله يا بضيف حاله في بداية ذلك الملف يا خامس أو نهاية الملف هلا أنت بدون ما تحس أنه بأي تغيير في مكونات ذلك الملف الأصلية يعني هو ما بغير لك مثلا من الكتابات الموجودة كمحتويات أو مكونات الملف الأصلية ما بتتغير لكن لما يتم استدعاء ذلك البرنامج لما أنت مثلا بدك برنامج الورد أو بدك أي برنامج آخر لما أنت تطلبه فأنا رح تحول السيطر إلى ذلك الفيروس بدلا من تشغيل البرنامج إذن الفيروسات يا خامس بتنزل على جهازنا إما في بداية الملف أو في نهاية الملف متى يتم تبديد عملها لما أنت تستدعي هذا البرنامج فتقوم تلك الفيروسات بالسيطرة عليه نشوف شون هيك جهازنا هاي أصابطه الفيروسات طب هلأ جهازك يا خامس أصابه الفيروسات كيف أنت بدك تعرف أنه جهازك نزل عليه فيروس أو كيف بدك تعرف أنه جهازك عليه فيروس في علامات بتدلك انه هذا الجهاز مصاب بالفيروس هلأ هي علامات يا خامس مش بالضرورة انها تكون فيروسات يعني ممكن مرات تكون في عنا بالمعدات جهاز الحاسوب عنا في مشكلة فيهم لكن تقريبا احتمالية 90% انت لما تشوف تلك الاعراض معنات انه في فيروس في جهازك الحاسوب وهي واحد البطء الشديد للجهاز بتلاقي جهازك كتير بطير يعني تقول لي مش ما فيه كتير ملفات بس جهازك كتير بطي تنين امتلاء القرص بملايات ناسم مع عدد وحجم الملفات الموجودة عليه يعني احيانا كتير يا خامس بصير يطلع لك الرسالة انه القرص ممتلئ بتقول لي مثل معيني انا حذفت اشياء معيني انا مثلا مش منخزن اشياء كتير بصدل يطلع لانه الذاكرة ممتلئة معنات انه في فيروس يا خامس مسيطر على المساحة من التخزين لديك ثلاثة ظهور مربعات حوار غريبة في اثلق عمل الجهاز يعني انك ممكن تشتغل برنامج الورد تطلع عندك مربعات حوار غريبة انت مش عارب شو هي اصلا ومش عارب شو معناتها اربعة اضاءة لمبة القرص الصلب او القرص المرن اضاءة لمبة القرص الصلب او القرص المرن دون ان تقوم بعملية فتح او حفظ احنا منعرف يا خامس انه احنا ضوء القرص الصلب او القرص المرن بطوي عندك بس لما يتم عملية فتح او الحفظ لكن انت لما تكون مصاب بالجهازك مصاب بالفيروس تكون اضاءة لمبة القرص الصلب دون ان تقوم بعملية الفتح او الحفظ طالعا مش صاري بالجهاز لما اصابه الفيروس يا خامس بتمنى منك تحل الاسئلة التالية السؤال الاول عرف الفيروسات السؤال التاني عدد انواع الفيروسات السؤال الثالث ما هي علامات اصابة جهازك بالفيروس وراح نكمل ان شاء الله حصتنا بالحصص القادم باذن الله تعالى يعطيكو الف عافية